موسيقى إخواني وأحبائي سلام المسيح أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الجديد حياتنا والكتاب اللي راح يتناول باقعة رائعة جدا من حياتنا وجهة نظر الكتاب في قضايانا الاجتماعية التربوية الثقافية السياسية فأهلا وسهلا فيكم راح نبدأ سلسلة من 15 حلقة بتناول موضوع المحبة والحلقة اليوم بعنوان أهمية المحبة بالنسبة للإنسان منشوف المحبة بالفطرة البشرية الطبيعية محتلة نصيب كبير جدا من حياة الإنسان ومنشوف إنه هي مركز اهتمامه في كل إشياء اللي بنتجها يعني في القصص قلما تجد قصة ليس فيها ركن خاص بيصور علاقة محبة مثلا في الأشعار في الأغاني في الأفلام في المسرحيات في التاريخ البشري كله في العلاقات بين الناس بتلاقي بيحكموا مع بعض وكذا وفلاني حبت فلان فلان خطب على فلاني إلى آخره فهذا موضوع كتير مهم وبيشد اهتمام الناس جدا هيك بالفطرة الله خلقنا فالحب والمحبة هي من أهم الأركان لحياة الإنسان ولا يقدر أن يعيش بدونه شخص حياته فارغة خالية من المحبة ما لقاش محبة من أهله من أبوه أمه فيش حدا في حياته يحبه بيكون شخص ناقص وشيء كبير فإحنا حتى نميز الوحي الإلهي الحقيقي من الوحي المش حقيقي نسأل سؤال بسيط هل الوحي الذي تؤمن فيه الله فيه بيعطي المحبة نصيب الأسد نصيب كبير كما تعطيها فطرة الإنسان أم لا إذا كان جواب لا يعني لازم نتسأل يعني في مشكلهم فإما أن يكون الله فعلا خلق الإنسان وضع في قلبه شعور للمحبة ولكن نسي يضع هذا الموضوع المهم في وحيه المقدس أو ما يكون الله كأنه بيعرف الكثير على الإنسان اللي خلقه وهذا مستحيل أو بيعرف بس ما بهمه وهذه احتمال أصعب لسه أم يكون الوحي أصلا مش منه فمش معقول منتج محترم لطابعة معينة مثلا ينتج الطابعة وينسى يعطيك كتاب تعليمات لإلها شو بدك في الطابعة معقول بتكون فضيحة للمنتج مستحيل الله يعطينا هذا الشعور العميق للمحبة وما يعطيناش تعليمات ما هي المحبة الكتاب يعرف من هو الله عن طريق إبراز أهم صفة لأله وهي أن الله هو المحبة بذاتها برسالة حنى الأولى 4-16 بقول ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه هذه أهم صفة لأله الحقيقي هو وضع في وحيه من هو الإنسان الذي في الحقيقة كمان بيعبده بناء على صفة المحبة وقال برضه في رسالة يحنى الأولى 4-8 من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة تخيل أديش هذا الموضوع مهم بالنسبة لأله إذن الله حوّت هذا الموضوع من جنيع الجوانب البشرية التي في داخل قلب الإنسان تكلم عن المحبة من جهة التعامل مع دائرة الأقارب مع الأصدقاء من جهة التعامل مع الغرباء في العالم فهذا موضوع مهم جدا جدا رح نتناوله إن شاء الله بنعمة الرب في الحلقات القادمة ورح نشوف كيف الله عنده تعليمات دقيقة جدا ما هي المحبة وكيف أنا أقدر أن أعيش في العالم وأعكس هذه المحبة الإلهية العظيمة المجيدة في العالم اللي أنا بعيش فيه شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بنعمة الرب شكرا لكم وإلى اللقاء في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة